المناخ الروحي ترجع للمسيح مش أنت كمان بتشوفي بالخدمة طبعا احنا خدمتنا يعني رب ثقلني بالخدمة للسيدات فمن نروح نعمل خدمات للسيدات نعمل لقاءات للسيدة نقضي وقت مع بعض نرنم ونسبح لإلهنا نقرأ من كلمة الرب ونحكي أمور تخص المرأة وبالتالي وهي طالعة ممكن نعطيها هدية بسيطة هذه الهدية هي شيء شخصي للمرأة وهذه من وين جدت الفكرة يعني قبل شوية ذكرنا أنه احنا مجتمعنا ذكوري والمرأة في مجتمعنا الشرق الأوسط هي المرأة المضحية يعني أنا لو جبت أي مبلغ مهما كان قيمته وضعتونه بيد امرأة وقلت له أصرفينه راح تفكر كيف ممكن تصرف شنو أولادها محتاجين شنو زوجها محتاج شنو بيتها محتاج آخر شيء تفكر بينه هي نفسها وإذا فكرت ما راح يبقى لشيء فإحنا من خلال هذه الخدمات اللي نساوية للسيدات نحب نعطي للمرأة شيء شخصي إليها نعطيها الأشياء اللي هي يعني تستفاد منها كشخصية تطلع محملة بيها ونقلها كل ما تشوفين هذه الأشياء تذكري أنه عندك أخوات في مكان آخر ليصلون من أجلك يحبوك أنت غير منسية أنت غير متروكة وخاصة نحن نروح للقرى يعني اللي بيها المهجرين اللي بالشمال اللي تقريبا تعتبر قرى منسية فالمرأة تقول أنا قاعدة هوني بهاي القرية من يذكرني لكن نحن من خلال هذه الخدمات نريد أن نقول لا أنت من منسية أنت في فكر الله أنت في قلب الله ولما نقضي هذا الوقت مع بعض وناكل لقمة مع بعض وتروح لبيت محملة بهدية شخصية إلى ودائما نقلك كل ما تحسين أنه أنت صرت داون أو تعبتي طلعي على هالأشياء ويقولي الله ثقل على ناس أنه يجوم من مكانات حتى يقلولي أنه الله يحبني فترجع ثقل كيف الله من جديد ترجمة نانسي قنقر